السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض حبيبي الفاصلية الخضرة باللحمة. هنا عندي بصلاية. بصلتين كبار كده. انا مقطعهم وكعبات. وحطت عليهم معلقة سمنة كبيرة. وهبتجي ايه? احمرهم معي. انا بس مش حمرهم. انا اخلي بس البصل يدبل. علشان يقب مسكر في الاكل. وعندي هنا معلقة صغيرة ملح كده. احطها. انا بحط الملح مع البصل زي ما انتم عارفين. وهبتجي يقلبه بقى ايه? لما يدبل معي خالص. علشان اه نعمل بالتسبيك. وعندي هنا برودة نحط في مية بتغلي على النار عشان اه زود بها اللحمة لما نشوحها. وعندي هنا حلة فيها معلقة سمنة صغيرة خالص. علشان هنعمل فيها اللحمة بتاعتنا. هاتج اللحمة صدمة زي ما انتم شايفين كده. اه حط اللحمة فيها تاخد صدمة على الوشين. خطت اللحمة اللحمة اللي عندي كلها. وبعدين ايه? حطت اللحمة بتاعتي اهو. وبعدين هبتجي او لما اخدت الصدمة من وشها هقلبها على الوش التاني على طول. هفضل هقلب فيها كده يعني اللي تاخد صدمة من وشها قلبها على الوش التاني. لغاية ما كلها تبقى اخدت صدمة من جميع الجهات. آآ هبتجي بعد اقلب فيها لغاية لما كلها تتحمر من كل الجهات. لون هيغير من كل الجهات. حبيبي طبعا لو انتم الحلة اللي عندكم صغيرة مش هتقضي كمية اللحمة اللي عندكم كلها نعمل ايه? هنحط الكمية اللي تنفع الحلة تشيلها وندي لها صدمة. اخدت صدمة خلاص هنروحوا جايين حطينها على بعضها ونجيب بقية كمية اللحمة اللي عندنا وندي لها نفس الصدمة. اهو بصوا اللحمة بتاعتي. بصوا اهي. اخدت بصوا في لون وفي لسه اهو. اللي لسه ما اخدش الصدمة هقلبه اهو. هقلبه على الوش التاني. برضو ايه تاخد الصدمة من الوش التاني. وهي افضل كده آآ ادي لها صدمة من على كل الجهات لغاية لما توصل معي للعايزيان. دي هنا فصلية القادرة اللي احنا هنعملها. انا اقطعتها كلها. بس خليت كم واحدة كده عشان هوري لكم بتتقطع ازاي. آآ بصوا جميلة. وطرية جدا. هو دلوقتي وقتها حلو جدا للتفريز كمان. انا فرستها معاكم قبل كده. بصوا احنا بنقطعها ازاي بشيل الناحيتين اللي هم فيه ملعنقود دول. وبعدين هقطعها كده بالورب. بصوا كده. انا فرستها معاكم قبل كده في فيديو. آآ وفيه في طريقة غسيل الفاصولية وتقطعها وكله. بس بديكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. طبعا الفاصولية انا بقطعها معكم على البطو جايزة عشان ما روحش واجي بالتليفون وكده يعني. آآ بصوا اهي. اتقطعت كده طبعا لو انت عايزة اتقطعها مستقيمة دي اللي يعجبك بس انا شايفة ان هي بالورب بتدي شكل احلى. اورر لكم واحدة كمان. بصوا كده. اهي. بصوا الفاصولية قد ايه طرية وجميلة وخضرة. لان آآ دلوقتي كمان ما عادت افرزها احسن من ما فرزناها مع بعض. يعني اللي عايز يفرز فاصولية دلوقتي احسن وكمان ارخص. آآ هنا كنا مفرزينها مع بعض كنت جايبك كيلو تقريبا مش فاكرة قوي بس بعشرين او خمسة وعشرين مش فاكرة. دلوقتي الكيلو بعشرة جنيه وبصوا جميلة جدا. انا هخلصهم بقى كلهم وارجع لكم. بصوا آآ انا اللحمة خلاص كده تعتبر ايه اخدت صدمة من كل الجهات. طبعا آآ ان احنا نعمل لها صدمة من كل الجهات دوت. بيخلي اللحمة تحتفز بالعصارة بتاعتها. المية اللي جوها فيها. آآ فما بنيجي نسلقها ما بنلاقيهاش نشفة. لكن لما بنسلقها في المية على طول بتلحمة بتنشف. كمان انا عملتلكم آآ فيديو لسلق اللحمة في صندوق الواصل آآ اسيبولكو في صندوق الواصل. عندي ورق لوري. وحبهين. احطهم كده على اللحمة بتاعتي. وانا بشوحها. عشان يتشوحها معيها وتطلع روحة التوابل جيد. بتبع رحتها جيد حلوة جدا جدا. لازم يعني تطلع رحتها كده في التشويح. وعندي هنا فلفل اصمر حصى. انا ما بحبش الفلفل الاصمر الناعم وانا بحطه في الشربة عشان بيصمر الشربة خليلوهن هميغمق شوية. الحصى احلب كتير. بس طبعا لو انت ما عندكش حصى عادي يحط نعم مش هيدر في اي حاجة. عشان برحهم كلهم بعد الغاية اما راحتهم تطلع كده عشان يدو ناكا حلوة للشربة. وبعدين آآ ابتدي ايه? اضيف بقى المية المغلية ولازم مية مغلية لان احنا لو عملنا مية سقعة اللحمة معينا مش هتستوي وهتجلد. آآ بصوا آآ زودها المية زي ما انت شايفين كده. المية طبعا على قد كمية اللحمة بتاعتي. هحط ايه المية علشان تستوي فيها. خلص كده زودتها المية. هحط لها بقى بصلية متقطعة اربعة اربعة كده بس مش فصلها وطمط مية عند الكرافسة عند الجزر تقدر تحطي. وبس كده وهسيبها تغلي. هسيبها تغلي شوية يعني غلوتين تلاتة كده. وبعد كده ايه? انا الاول دلوقتي هغطيها. سيبها تغلي غلوتين تلاتة. وهحمر معكم البصل اكمل تحميل البصل معاكم. آآ غطيتها بقى وهسيبها بقى تغلي وبعد كده ايه? ههدي لها النار واسيبها تستوي على نار هادية. واجي البصل معايا. بصوا خلاص. كده حلو جدا عشان شايزينه يحمر علشان يبقى معسل طعم مسكر كده في قلب القدار بتاعي. آآ حط بقى عليه. انا عندي هنا ماما مفرزة طمطن في الفليزر. هستعملها. اهي. فكتها ههو حطها عليه. وهسيبها لما تفك خالص. آآ وتسيح وتبتزي تتسبك. لان الطماطم دي اطمومة يعني مش آآ مش آآ مسلصها تسليصها جامدة مش مسبكيها لأ. ده هي ضوبة خلتها الطماطم آآ يعني تترا كده وبعدين خلطتها في الخلط. خلاص اهي التسبيكة خلاص بقت تمام تسبكة الطماطم حتطلها يعني الرابط كده تدخل في التسبيك حتطلها معلقة سكر صغيرة عشان تقلي من الحموضة خلاص هي تسبكة. آآ هبتجي بقى اخد الطماطم للسبكة ديت واخلتها في الخلط. وارجع لكم. اخلتها في الخلط اهو خلطتها. اودتها تتخلط. ودي اللحمة بتاعتي خلاص. كانت قربت على السوى. هي فضل الله اي انا عايزها تلات تربع سوى عشان اكمل تسويتها في الخضور. آآ هي كده خلاص قربت على تلات تربع سوى فحطت لها الملح بتاعها. وهغطيها وهسيبها ايه يعني دقتين تلاتة كده تشرب من الملح. وبعد كده هطفي عليها. اجي التسبيكة بعد اما خلطتها. انا فضيت اللحمة في حلة تانية وآآ وغسلت الحلة واعمل فيها الخضور. حطت التسبيكة وزودتها شربة. وبعدين الشربة غلت مع التسبيكة ايه? شربة من بتاعة اللحمة والفاصولية كنا غسلنيها. نقعناك مية وخلة وغسلناها كويس جدا وصفنوها. آآ حطتها بعد تسبيكة بعد اما غلت هي والشربة. وهبتيجي اقلبها بقى. اقلبها كويس وهنغطي الحلة بتاعتنا. واسبها تغلي كم غلوة كده قبل ما نحط اللحمة. كده خلص بتاعة غلت كم غلوة. حطت لها معلقة توم كبيرة زي ما انتم شايفين توم مفروم كده. اقلبها فيها. طبعا الفاصولية بتحب التوم جدا. بتبقى طعمها حلوة جدا ورحتها كمانت بتحفة. آآ حطها اللي بتاعي كده كم تقليبة بالتوم هي غلت كم غلوة كده يعني تلات اربع غلوات لان الفاصولية طبعا ما بتاخدش سوى واللحمة عندي تلات اربع سوى. فما استنتش عليها تغلي كتير يضبك تلات اربع غلوات كده علشان انا هحط عليها اللحمة تكمل بقيت التسوية فيها. في قلب الخضور والسلسة. هحط بقى اللحمة بتاعتي. كده. انا فضيت اللحمة في حلة. وفضيت الشربة. فضيت اللحمة زي ما انتم شايفين كده في الطبق البلستالس دوت. آآ عشان كده كده هحطها في السلسة. والشربة فضيتها بحلة سوية. هم بتوع التلاجة. اللي عايز بقى شربة يخدها. عملت منها الخضور والباقي شي ليه. وايه دي اللحمة بتاعتي هحطها كلها ايه في السلسة? حطت اللحمة خلاص في السلسة. هحط فلفل اصمر. واحط كمون. هي دي توابلي بس. فلفل اصمر وكمون. وطبعا زبطت الملح بتاعي كويس جدا. آآ لو عايز ملح حطي احط له كده. آآ لان احنا كنا حطين ملح في البصل. آآ ناخد بالنا قوي من النقطة دي والشربة فيها ملح. خلاص كده خلصت آآ سبتها تغلي كم غلوة وخلاص. هي جنبها وهدي الفصولية بتاعتنا. انا حطيتها رنفلفل اخضر كده بعد التوم زي ما هو علشان ما يباشي حامي قوي. آآ ادي الفصولية ودي اللحمة واستويتوا بقدامي لجدا. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش تعملوا اللايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.